اهلا بكم في محورنا ثاني لنزال نتحدث عن جدلية امتحان الثانوية العامة لهذا العام لأن شكل الامتحان مختلف موضوعه مختلف وأسئلته كاملة موضوعية لا فيها إن شاء ولا ما يحزنون هذا تصريح وزير التربية والتعليم اليوم الليلة مع الأسادة بشرى عربيات العلمية التربية نتابع الحقيقة هذا الملف وقبل أن نبدأ الحوار نتابع أراء طلبة كانوا أرسلوها لنا عبر صفحاتنا مختلفة أكيد مشكورين أنهم يخلونا امتحاناتنا كل يتحضع دائرة وهذا كتير أسهل علينا بس ياريت لو أنهم أعلنوا عن هذا الإشي من قبل حسين أنهم كتير اتأخروا لبالمطلع هذا القرار أنا معه وعجبني نظام الأسئلة الموضوعية لأنه راح تكون الأجهب قدامنا مبدئيا بس شوي التفكير وحنا عارف نجاوب بس ياريت يكون في مراعاة أنه ممكن حدا مننا يغلط دائرة أو ينسى دائرة أو يصير فيه خربطة بالدوائر بالنسبة للمتحانات الموضوعية حاب أقول أنه إن شاء الله احنا متأمل خير بها هاي المتحانات وإن شاء الله أنها تكون سهلة وتناسب الطلبي ولكن أكيد راح يكون فيه شوية عجقة بالنسبة لأنه هي عبارة عن أول تجربة إلنا بهذا النمط وطبعا ما فيه اعتراض على أي مواد ولكن بسهمادة الرياضيات أتمنى أنه يتم مراجعة الموضوع أنا مع أن الأسئلة تكون عبارة عن أسئلة موضوعية لكل المواد بس باتمنى من الوزارة أنها تشاعي سنتنا ما كانت زيباء السنوات ما كان فيه تواصل مع أبن المعلمين والطلاب بتواصل بشكل مطلوب وبرضه بنفس الوقت الطالب ممكن يغلط بإشارة واحدة تضيع علامة السؤال كامل بالنسبة للمتحانات اللي تضع دائرة والماس حتضوي هذا كله يعني شغلة حلوة وسهلة على الطالب بس أنه إيش فيها أنه ما منعرف كيف طبيعة الأسئلة حتكون يعني وحن متعودين على المواد يمأخذها هيك فيها حل كثير طبعا كان فيه خوف كبير كثير من الامتحانات وكثير كانوا يتساءلوا لأن ممدير الامتحانات طلع لنا وشرح لنا الطريقة شفنا الجانب الإيجابي من النظام لو يخلوا امتحان الرياضيات والفيزياء يكون زي أسئلة إنشائية عشان أقدر أخذ علي علامات على الحل بس كباقي المواد أنا صراحة بشوفوا يعني قرار جدا رائع وكثير بساعد الطلاب أفضل أن تكون هذه السنة أسئلة موضوعية بدلا من الأسئلة الإنشائية الكتابية ومن وجهة نظري أن أفضل الأسئلة الموضوعية لأنها هي من نوع سهل وأن تساعد الطلاب على إيجاد الجواب بسرعة وشكرا بعد انقطعنا عن المدارس والمعاهد والأساد من شار ثلاث وعدم قدرة الكثير من الطلاب على شراء بطاقات تعليم عن بعد أو إحضار أساد خصوصي فأسئلة الخيارات المتعددة سلاح ذو حدين ممكن يفيد الطالب إذا كانت سهلة ومنطقية لأن الطالب دارس والسؤال قدامه والجواب قدامه وممكن يجاوب سهولة لكن إذا كانت الدوائر صعبة ممكن تضر الطالب خصوصا في الفيزياء والغياضيات لأنه مواد يعني بتخربت الطالب كثير وإذا أجد صعبين راح تضر الطالب كثير إذن كانت هذه أراء طلبة حول امتحان الثانوية العامة وشكله الجديد كليا ورح بضيفتي الكريمة مرة أخرى أستاذة بشرة مساء الخير مساء الخير أهلا بك في نبض بلد يعطيكو بلعب اليوم بدك شرح أكبر للموضوعي وبدنا نحكي للطلاب كيف بدهم يتعاملوا نعم مع هذا الحال الجديد في الامتحان كامل أنه كانوا يتعاملوا بعد جزئيات هلأ بداية يعني منتمنى التوفيق للطلاب قبل ما أنسى يعني أتمنى لهم كلهم التوفيق لكن اللي بدي أحكيه أنه مهما كانت طبيعة الأسئلة الطالب عليه أنه يدرس يعني الطالب لا يشترط على الوزارة أو على أي جهة يعني تضع الأسئلة أنه ما هي طبيعة الأسئلة ولكن ما ورد من وزارة التربية والتعليم هو نوع من التطمين للطلبة حتى أنهم يحسوا أنه هالثلاث أشهر اللي ما دخلوا فيها على المدرسة يعني إحنا رعينا ظروفكم وهي سنة استثنائية حقيقة بكل ما تعني الكلمة معنا سواء في التعليم عن بعد وسواء في إجراءات الامتحان اللي عم نسمع عنها هلأ في الأيام الحالية ومع أنه أنا بشوف أنه وزارة التربية والتعليم تأخرت في أنها طمن الطلاب يعني أنه اليوم بس نسمع أنه معظم الأسئلة موضوعية يعني قبل كم يوم كان الحكي على رؤية وعلى شاشات مختلفة أنه رح يكون فيه تنوع في القارئ الضوئي وفيه دعم أو لا وفيه أيضا أسئلة إنشائية لكن لا تزيد الخطوات على ثلاث أو أربع أسطر يعني أو سطرين أو ثلاثة خطوات خطوطين أو ثلاثة بالضبط يعني هي كان الحكي هلأ أنا يعني أنا بدي أقول لأبناءنا الطلبة أنه ما يوتروا حالهم زيادة عن لزوم في الوقت الحالي لأنه إحنا اليوم 22 ستة وحد سبعة بداية الامتحانات بس اللي بدي أطلبوا منهم أنه يتطلعوا على الكتاب لأنه الوزارة من السنين يعني أنا كنت أدرس فيزياء توجيهي كمان فالوزارة من السنين ما بتبعد عن الكتاب ما بتبعد عن الكتاب والمشكلة أنه معظم الأساتذة اللي ما في رقابة من وزارة التربية والتعليم عليهم أنه عملوا دوسياتهم الخاصة وأرهقوا كاهل الطلبة بكم هائل من الأسئلة في هذه الدوسيات وبعدوهم عن الكتاب المدرسي زي بالضبط أنا في وحدة طالبة بتحكيلي قبل فترة بتقولي زي الجندي اللي بديوا يدرب جنود للمعركة أرهقهم قبل ما يطلعوا على المعركة فبطلوا يقدروا أنه يكونوا جاهزين يعني حتى جسديا ونفسيا فإحنا أنا بدي أقول لأبناءنا الطلبة أنه يطلعوا على التدريبات اللي جوه الكتب سواء اللي لاحظت أنه عم بيحكوا فيه زي ورياضيات هن من حقهم يقولوا أنه إحنا بدنا يحاسبون على خطوات الحل لأنه في عنا مشكلتين أول مشكلة أنه معظم الطلبة ضعي فيه ضعفاء في موضوع الحسابات الكالكوليشنز وبالتالي أنه يوصل الطالب للجواب الأخير وإحنا درسنا توجيهي يعني هاي مرات بتكون شوي صعبة أوكي وزارة التربية قالوا طمنوا الطلاب والأسئلة والأرقام رح تكون سهلة وكذا لكن مش كل الطلبة بيقدروا يتعاملوا مع الأرقام بطريقة سلسة هاي رح تكون مشكلة في الرياضيات والفيزيو تحديدا أكيد لأنه أنا بالنهاية بدي الطالب يوصل لجواب والأسئلة الموضوعية اللي هي اختيار متعدد وخصوصا في الرياضيات والفيزيو بيكون فيه أربع خيارات مثلا أو خمسة كلهم بيوصل لهم الطالب كلهم بيوصل لهم بطرق مختلفة أو بعملية حسابية أعكس إشي بإشي خلاص وصل هو الأجواب فكر حاله أنه جواب صح ما بدي أخوفهم لكن بدي أقولهم اتدربوا على التدريبات اللي موجودة داخل كتاب الرياضيات وداخل كتاب الفيزيو في أسئلة معينة اقلب كل سؤال كل سؤال اقلب ولا سؤال موضوعي فن هذا هو عملية عمل الأسئلة الموضوعية هي فن بحد ذاته فإنت اختار الأسئلة السهلة طالما الوزارة متعحدة أنها تجيب الأشياء من الكتاب اختار الأسئلة البسيطة اللي أرقامها بسيطة واقلبوا لسؤال موضوعي وحط لحالك خيارات وشوف حالك وين بتغلط فهذا بيسهل عليهم برياضيات في عندهم بكتابهم كم هائل من الأسئلة الموضوعية في نهاية كل وحدة وفي نهاية كل فصل وبيقدروا ياخدوا الأسئلة الموضوعية لسنوات سابقة موجودة بس يحلوا هاي الأسئلة رح يعطيهم ممارسة وبراكتس أكتر رح تقدروا انه ان شاء الله انه يعني يتوازنوا خلينا نقول بالفترة الموجودة بديش أركز بس على الفيزة ورياضيات شو الميزة في الموضوع اليوم يعني كيف الطالب ممكن يعتبر أن السؤال الموضوعي والامتحان الموضوعي بكل موضوعي سؤال جيد له كيف يستثمر هذه النقطة؟ هلأ هي من أهم الأسئلة الأسئلة الموضوعية لكن احنا يعني المشكلة أنه الوزارة مش عارفة أنا ليش اخدت هذا المنحة لحاله بسنة مصيرية زي سنة التوجيهي يعني أنا كنت بفضل كتربوية أنه يكون جزء فعلا من الامتحان أوكي دربوهم على الأسئلة الموضوعية بدكم تخفي فوقعات التصحيح بدكم تطلعوا النتائج بطريقة يعني مبكرة ما عنا أي مشكلة بس كمان لازم يكون فيه أسئلة تراعي الفروق الفردية للطلبة والأسئلة التي تراعي الفروق الفردية بالطلبة هاي لا يمكن تحقيقها بنمط واحد من الأسئلة دائما التنويع في الأسئلة هو المهم واللي له مخرجات للعملية التعليمية إذا بننقارن الأنظمة الأجنبية بالثانوية العامة الأنظمة الأجنبية عندهم multiple choice questions مثلا الـ HGCC عندهم paper one كلها تأربعين سؤال وبيقدموها بيوم واحد وبتكون بس ضع دائرة لكن عندهم كمان ورقة فيها أسئلة فيها كتابة عندهم كمان ورقة alternative to practical يعني عن التجارب اللي بياخدوها والأشياء العملية وبالتالي بيقدروا يجاوبوها من هاي مهارة مش أنتوا يا وزارة التربية والتعليم بتكونوا تركزوا عن مهارات لازم يكون التركيز على المهارات بتعداد أنواع الأسئلة وليس فقط التركيز على نوعه أحد بما أنه في سنة استثنائية من بدايتها حتى نعم كعالثانوية العامة تحديدا اليوم شو أهم نصيحة للطالب؟ أهم نصيحة للطلبة زي ما قلت قبل شوي تطلعوا بس على الكتاب المدرسي وما يرهقوا كاهلهم بهذا السؤال ممكن يجيوا هذه الفكرة ممكن تيجيوا لا تسمعوا لا تسمعوا لحدا اسمعوا لحالكم ولا تجربتكم ولا كتبكم اللي بين إيديكم افتحوها حتى لو مش فاتحينها من أول السنة للأسف أنه في طلاب من أول السنة ما تطلعوا كتاب الوزارة لأنه مرهقين بالدوسيهات ومرهقين بالأوراق العمل اللي ممكن يعطوهم ياهم مدارسهم سواء الحكومية والخاصة أنا ما بستثني حدا من هذا الموضوع لكن ارجعوا للكتاب دوروا بالكتاب شوفوا أسئلة الفصيل شوفوا أسئلة الوحدة حلوها تعاملوا مع التدريبات اللي جوها الكتاب كمان وحلوها هذا بالنسبة للمواد العلمية بالنسبة للمواد الأدبية كيف ممكن أنا أحط بالعربي وبالدين وبتاريخ الأردن كيف بدي أحط أنا أسئلة موضوعية هلأ مثلا تاريخ الأردن اللي نفرض في عندكم مثلا أحداث مهمة في عندكم أفكار بالأوراق النقاشية أيضا مهمة هيركزوا عليها مثلا على ماذا ركزت الوراق النقاشية السادسة الخامسة لأخرية أي سنة كل الأحداث المفصلية بالثورة العربية الكبرى تعريب الجيش الأجهزة الأمنية كل الأشياء هاي لازم يركزوا عليها باللغة العربية اليوم اليوم وزير التربية شو بيقول بيقول إنه ما في حفظ طيب كيف يعني ما في حفظ يعني طوله أنا نحفظ آيات قرآنية وأبيات بنشار لحتى نقدر نجاوب يعني شو هلأ بدي يجي يقول إنه من قائل الأبيات التالية ويحط له options خيار واحد دين ثلاثة وضلل يعني أنا بشوف إذا كان الوزارة أنا ما في داعين نهقهم بالحفظ لكن خليهم يركزوا زي ما ذكرتي على التواريخ على التواريخ وعلى الأشياء الرئيسية يعني يكون الفوكس عندهم التركيز عالي على الأشياء الرئيسية التركيز على الأشياء الرئيسية وتابعوا دراستكم كما بدأتموها ما تسمعوا إشعاعات وكتب الوزارة ثم كتب الوزارة ثم كتب الوزارة ومن تفيق لكل طلبات الثانوية العامة إلى هنا وصلنا لختام حلقة ريلا شكرا جزيلا شاهديننا نلتقي غدا بإذن الله تسبعين وعلي في خير